بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثاني حتى نتعرف على الظواهر اللي تحدث بالطبقة الغلافة الجوي واللي ممكن يتأثر على يمن على خصائص التحسس عن البعد والتقاط الصورة يعني معالجة الصور الرقمية نجي اول مرة نتعرف عن يمن على خصائص الاشعاء الكهرامغناطيسي لازم نعرف عن خصائص حتى نعرف طريقة تفاعله مع سطح الارض نطاقة الكهرامغناطيسية هي تعتبر مصدر الرئيسي لانواع الطيف المغناطيسي اذا نطاقة الكهرامغناطيسية والليه تعتبر اساس عمل الاستشعار عن البعد يعتبر الاشعاع الكهرامغناطيسي شنو هو هو الوسيط الذي يأتم عن طريقه بث الطاقة الكهرامغناطيسية على هيئة موجات في الفضاء يعني هو الوسط كإنما الوسط الناقل اللي من خلال انبت الموجات حتى توصل يعني في الفضاء اللي توصل إنما للأكبار الصناعية يعني هي اشتعتبر يعتبر الوسيلة او الوسط الناقل الإنما للاشعاع الكهرامغناطيسية بحمل الطاقة الكهرامغناطيسية اشتحمل ان الطاقة الكهرامغناطيسية المنعكسة او المنبعثة التي تحتوي عليما على البيانات الخاصة بالظاهرة على سطح الأرض المن اللي المجس الموجود عليما على سطح الأقمار الصناعية يمكن تمييز الموجات الكهرامغناطيسية مغناطيسية بواسطة من طول الموجة والسعة والتردد والاتجاه والسرعة والاستقطاب وتماسك الإشعاع لان كلهم نميز بيهم منه الموجات الكهرامغناطيسية النقطة الثانية تتشكل الطاقة الكهرامغناطيسية والجزيئات والفصلة اللي هي احنا مثل ما تعرفنا عنها بفروع الفيزياء الأخرى شي سميها فوتونات ترمز هذه البيانات على شكل شون نرمز بيانات الإشعاع الكهرامغناطيسية اللي هي على شكل تردد أو كثافة أو قطوية للموجة الكهرامغناطيسية احنا نعرف ممكن وصف الأشعة الكهرامغناطيسية بطول ترددها يعني بطول أو بطول الموجة يعني مثل الميز الأشعة السينية نقامها فقط بما بالأطوال الموجية أو الترددات يتم نشرها بسرعة الضوء بشكل مباشر من المصدر خلال الفضاء أو بشكل غير مباشر عن طريق من عن طريق الإنعكاس أو التشتت وإعادة الإشعاع المن إلى المجلس يعتبد التفاعل بين الموجات الكهرامغناطيسية مع سطوح الأجسام ويسطوح الأجسام أو الغلاف الجو على تردد الموجات نجي نتعرف بعد ما تعرفنا على خصائص الإشعاع كهرامغناطيسي لازم نعرف مكوناتنا المكونات الإشعاع الإشعاع من يين يتكون يتكون الإشعاع الكهرامغناطيسي بالحقنين مثل ما معروف عنه هو الحقن الكهربائي لهو السميئي ويقع دائما بيما في الاتجاه العمودي على المسار والذي يمر فيه الإشعاع أما المكون الآخر وهو الحقل المغناطيسي والذي يمر بزاوية قائمة مع من على الحقل الكهربائي وكل الحقل الآن يسيران بسرعة الضوء بعد عندنا عبارة أخرى لازم نعرفها اللي هي ممكن من خلالها وصف الإشعاع الكهرامغناطيسي مثل ما قلنا هو منه الطول الموجي والذي هو من مثل المسافة بين قمتين موجتين وتتاليتين أي إنه المسافة بين قمة موجه وقمة الموجة التي تليها من موجات الإشعاع الكهرامغناطيسي ويرمز لها بالرمز بيمان مثل ما معروف عنه باللمدة أو هو طول دورة الموجة يقاس طول الموجة بيمان بالمتر أو الزاء المتر اللي هي مثل النانو متر والمايكرو متر إذن وحدات الزاء أي أما بالمتر أو الوحدات الثانوية هذا طول الموجة المصطلح الآخر اللي ممكن نعبر عنه عن خصائص الإشعاع الكهرامغناطيسي هو التردد الفريكوينسي وهو شنو التعريفة هو عدد الدورات الموجة التي تعبر نقطة ثابتة بيمان الثانية الواحدة ويرمز له بيمان بالأف ويقاس التردد بيمان بالهرتز فترة الموجة أو الزمن اللي هو T وهي الفترة الزمنية التي تقطعها منه عفوا التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة وإذا لكل التعاريب ورعا لكل فروع الفيزياء أو البصريات بالكورس الأول أخذتوها بس الآن نستذكرها حتى ممكن نربط بين الإشعار الكهرى وغناطي وعلاق تبيبا التحسس العلاقة الرياضية اللي معروفة اللي هي تربط بين طول الموجة والتردد مع الفترة الزمنية هي C سرعة الضو شي ساوينا اللمدة في الأف طول الموجة في التردد إذن اللمدة شي ساوينا C على الأف والT يساوينا واحد على الأف اللي هو الزمن الدوري ويساوينا اللمدة على C اللمدة هو طول الموجة يقاس بالمتر والأف هو التردد ويقاس بالهرتس والC هي سرعة الضو تساوينا 3 في 10 أساة ثمانية متر لكل ثانية قالوا شي يقول C يعني سرعة اتشار الموجة شي ساوينا اللمدة طول الموجة في التردد الموجي وهالعلاقة معروفة اللي هي خاصية الموجية للضو وليس الدقائق هنا يبين انه مفهوم من مفهوم التردد والأطوال الموجية معامل مع قيم الدالة هنا انه منحنيين المن لموجتين اشبيه الموجتين متساويتين بمن متساويتين في الطول الموجي لنكلهم على نفس المسار يعني لاحظون قمة سوية قمتين بالطابقات سوية قمة وقعة بالطابقات متساويتين بالطول الموجي والتردد لكن مختلفتين بمن فقط في الساعة يعني هذه ساعتها اعلى من ساعة الموجة الثانية منحني اي المنقط وهذا منحني بي اللي هو اكبر فللمنحني اي له ساعة موجية مقدارها وحدتين لاحظون هاي قد الساعة ثنيا بينما المنحني بي له ساعة مقدارها اربع وحدات شنو معنى ساعة الموجة وهي تمثل المسافة القصوى التي تحققها الموجة من مركزها الى قمة الموجة من مركزها الى قمة الموجة فهذه شنو تمثل لساعة الموجة العلاقة بين الساعة الموجة الانبشر وسعة وسرعة توronting الموجة اللي هي سرعة التشار الموجة شنو العلاقة بينها مثل ما قلنا ساعة الموجة في المسافة القصوى التي حققها الموجة تمركزها الى قمة الموجة تتناسب كمية باقة الموجة مع مربع الساعة نعرف احلة اي تتناسب وياما مع مربع السعر ويمكن حساب التردد من خلال معرفة من؟ معرفة الطول الموجي راح نجي مثال إذا كان الطول الموجي 0.6 ميكرو متر وسرعة اتشارها مثال تطبيقي وسرعة اتشار الموجة V هي محصلة طول الموجة وترددها ونحن نعرف V يساوينا اللمدة في الـ F فما هو تردد الموجة V يساوينا اللمدة في الـ F اللمدة جاءت 0.6 في 10 اس ناقص 6 يعني شا تصير 6 في 10 اس ناقص 7 الـ F هو التردد المطلوب فالـ F يساوينا C على V ويساوينا 3 في 10 اس 6 مغالية على 6 في 10 اس ناقص 7 اللي هي الـ V وحتى بيمن في الـ Hertz تمام إذن الـ Frequency التردد يساوينا 0.5 في 10 اس 15 سنعرف علاقة الـ V يساوينا قيمة الطول الموجة مضروب في الـ F ونطبق قانون الـ F يساوينا C على اللمدة فاني هنا لا بس عوضت هنا شباب لان هنا سرعة تساوي سرعات من سرعات الضوء ومشيه على اللمدة ليس مدف bunun يجب أن تحللها أكثر عندنا شروط حتى ندرس علاقة الطول الموجهوية ويتردد اولا عندما يكون المجال الكهربائي في الاتجاه العمودي يعني العمودي يعني علي من Y Z Y العمودي والحقل المغناطيسي X Z فان اشارة الطاقة تكون قطبيتها شبهة اشارة الطاقة شو تكون قطبيتها تكون قطبيتها عمودي زي النقطة الثانية عندما يكون المجال الكهربائي في الاتجاه الافقي هنا بالعفس يعني X Z والحقل المغناطيسي عمودي Y Z فان اشارة الطاقة تكون قطبيتها افقية العلاقة بين طول الموجه علاقة عكسية فاذا كان طول يعني تردد وي طول الموجه فاذا كان طول الموجه قصير كان التردد اعلى واذا كان طول الموجه اطول كان التردد ونخفضت دلنا الخصائص ننتبه لها اللي نعليه العلاقة بين بطول الموجه والتردد زي في بعض الاستخدامات يكون استخدام الاشعاع الكهربائي مغناطيسي ملائما اكثر بواسطة الجزئات الفوتونات بدلا من الموجه حيث نجد يعني بعض الاستخدامات نستخدمها كالجزئة فوتون بدلا من الموجه حيث نجد ان الطاقة الكهربائي مغناطيسية تتكون من الوحدات المنفصلة اللي هي الفوتونات خاصة بيمن في المجلسات المتعددة الاطياف يعني عبارة عن فوتون نستفاد مننا بيمن حتى يستقبل الاشعاع على شكل فوتونات بالمجلسات الموجودة بالاقمار الصناعي النقطة البعضة نجد ان الاشعاعات المنباعة من الظواهر الطبيعية على سطح الارض والتي تتميز بيمن طول موجه اذا نعرف الصفح غير مستوي لذلك ان عكاسات على سطح الارض تكون باطوال موجية مختلفة لان اكون مناطق يكون اعلى فتكون اطوال موجية لها اقصر بينما مناطق اخرى تكون اقل لذلك تتميز بيمن باطوال موجاتها يصعب استشعارها مقارنة بالظواهر ذات الاشعاعات اللي هي تكون قصيرة الموجة يعني مو كل الظواهر يمكن تفسيرها على نفس الطول الموجة وانما تختلف لجهز هنا هذا الرسم يمثل العلاقة بين طول الموجة والتردد شوفوا هنا التردد العالي يعني هذه معناها الزجزج القوية معناها تردد عالي شو تكون الموجات تكون الموجات قصيرة يعني البعد بين قمة وقمة قمة وقمة اللي هو تعريف الطول الموجي بين قمتين وتتاليتين قصير يعني تردد عالي طاقة عالية معناها شو موجات قصيرة يعني طول الموجي لها قصير اما بهذه هنا الموجات تكون بين قمة وقمة طويلة فيكون تردد الطول الموجي طويل فتكون طول الموجي طويل وتردد منخفض واذا كان تردد منخفض تكون الطاقة منخفضة فبذلك يكون الاشعاع غير مؤدي لجسم الانسان اما اذا كان التردد عالي يعني الطاقة عالية فهنا لا تكون المناطق شفيها المناطق مضرة لان تردداتها عالية طاقتها عالية ممكن تأدي جسم البشري وعليه فإن كمية الطاقة المحملة بالفوتونات وبطول موجي محدد تعريف أو قانون كمية الطاقة المحملة اللي هي شل سميها راح Q كمية الطاقة Q شي ساوي ذا H في F وهو ثابت بلاك في ال F التردد وال F شي ساوي ذا C على الأبدان ممكن الضلاء إذن ال Q المنهو نحسب طاقة الفوتون وتقاس بالجول وال H ثابت بلاك في ساوي 6.626 لعشرة ناقص 34 جول على ثانية ونعرف إحنا الأطوال الموجية وسعة الضوء 13.8 تتناسب ال Q طاقة الفوتون عكسيا وياما مع طول الموجي مثل ما شفنا بالرسم كلما كان طول الموجي طويل شي تكون الطاقة طاقة ويخفضة فالعلاقة عكسية فكلما كان طول الموجي أطوال كان محتوى الطاقة أقل نجي هستنعرف على خصاص الإشعاع الكهرومغناطيسي راح نتعرف عليهم على الطيف الكهرومغناطيسي ميزو بين الإشعاع والطيف تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للإشعاع الكهرومغناطيسي وهي احنا كنا نعرفها توجد أنواع أخرى من إشعاعات الطاقة الكهرومغناطيسية غير الشمس الشمس اللي هي ممكن تتحسنها للعين البشرية اللي هو الطيف المرئي إلا أنه الإشعاعات الأخرى غير مرئية للعين المجردة مثل ياشي الأشعة القصيرة المايكرويف والأشعة تحت الحمراء والأشعة الفوق البنفسجية والأشعة السيدية والأشعة قاما لأن كل هن موجودات بالطيف الكهرومغناطيسي أو إشعاعات الطاقة الكهرومغناطيسية لكن غير مرئية يتكون الطيف الكهرومغناطيسي من عدة نطاقات طيفية يعني هذا الطيف يكون مثل الخانات بقسمة يسمونها نطاقات بدءا بالموجات ذات الأطوال الموجية القصيرة هذا الطيف كله اللي هو يبدو بديا الطيف من أشعة قاما أشعة السينية إلى الموجات ذات الأطوال الموجية الطويلة اللي هي المايكرويف وموجات الراديو هذا الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو ضمنها الطيف المرئ الإشعاع الكهرومغناطيسي هي الإشعاعات اللي مثلها الشلس توصل للعين وأكو إشعاعات غير مرئية اللي هي قلنا مثل الأشعة مايكرويف أشعة تحت الحمراء والأشعة الفوق البنفسجية والسينية زي نجي أول نطاق رح نبدبنيا من النطاقات الطويلة يعني أطوال موجية طويلة وتردداتها قصيرة يعني نطاقتها قليلة يعني نطاق نطاق الراديو والموجات الدقيقة يغطي نطاق الراديو الأطوال الموجية التي يكون طولها الموج بديا أطول من 3 ساتمتر بتردد أقل من 3 جيجا هيرتز هذا النطاقة يغطي نطاق الميكرويف المناطق المجاورة الدقيقة يعني المناطق المجاورة للنطاق الراجل يعني لبصفها كلش أقل من 1 جيجا من 1 مليمتر وبطول موجي جيجا 300 جيجا هيرتز تمام في هذه النطاقات شبهة تكون أغلب التفاعلات محكومة بمن بالدوران الجزئي إذن هاي النطاقات محكومة بالدوران الجزئي يستخدم هذه النطاق في مجلس الراديوميتر والاسبكتروميتر وفي أنظمة الرادا هاي تطبيقاته زيان معظم مجلسات الأقمار الصناعية التي تعمل في نطاق المايكرويف تستخدم الأطوال الموجية بين 3 سنتيمتر و 25 سنتيمتر يخترق الإشعاع في هذه الأطوال يخترق خصاصه السحب يعني الغيوم ويكون مفيدا في المناطق الاستوائية والمعتدلة وإحنا نعرف المناطق الاستوائية والمعتدلة تكون مناطق مبطرة لأن المطر عدتها شي توصيف فبقتل الإلتقاط الصورة من الأقمار الصناعية على أي منطقة مدروسة على الأرض تعاني مني من وجود دائما جوهة يكون غير صافي يعني غير صحو عبارة عن يكون ملبت بالغيوم فأنا ما أقدر ألتقط لذلك بهذه يفضل استخدام الإشعاع الإشعاع الرطاق الراديوي والموجات الدقيقة حتى نحصل على يعني نرسلها عن طريق المجهسات حتى نحصل على صورة واضحة من خلالها في الدراسة المنطقة المعنية تعتبر مرئيات التي يتجها رادار سار مثالا على هذا النوع رادار سار طبعا هو رادار هذا معروف هو يلتقط لنا مرئية سمعونها المرئيات وهي صورة مرئية فهذه مرئية رادار سار واحد للساحل الشرقي اللي ماليزيا الواقع في بحر الصين هذه الصورة أخذت طبعا نعرف نحن بانجزية استوائية يعني الشتاء الصيف هي تبطر فيكون هنا تم التقاطة 29 مارس 2005 هذا نوع المرئية تعتمد عليها على الراديوية فإن ذلك تكون الصورة قدر الإمكان واضحة مع العلمية مبينة هنا ملمدة بالغيوم الصورة ليش ما طلعت لأبيل ألوان لأن إهدانة هي موجات الراديوية وليس الطيف المرئي حتى العيد تتحسسه وتشوف لها أحبر أخضر أصفر يعني مثلا غطاء لباتي لون أخضر مويدون أزرق مويدون أزرق أبيل أحمر لا هنا هذي طبعا ملتقطة بالبركز لإستشعار الباليوزي هنا نطاق الطيف الكهرام ناطي سي يذكرنا على منطقة الطيف المرئي من يتتكون تبدأ من الأزرق وتنتهي الأحمر واللي قبلها بعدها البنفسجي هنا والألوان متدرجة متداخلة ثانوية هذي مرئية للمجس ميرث للقمر الصناعي انيباست تلاحظوني هنا هذي المرئية شم صورتنا صورتنا منطقة خضار ساحل وهذا بحر فهذي بشهد من مرئية للمجس ميرث للقمر الصناعي بلسات طبعا هذي مو بالنطاق الراديوي وإنما هذي الصورة ملتقدة بالطيف المرئي لأن ظهرتنا الألوان نجي هسه ورما أخذنا النطاق الراديوي وصلنا منه هسه نطاق الأشعة تحت الحمراء انفران ريد مانت شبيه يغطي نطاق الأشعة تحت الحمراء المنطقة طيفية يمنيا من ثلاثة للبوينت سبعة اللي هي الأحمر بوينت سبعة مايكرو متر يقسم هذا النطاق لعدة نطاقات ثانوية يعني بملاطق داخلية وقسم اللي هي نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من اسمها قريبة نير لقربها من الأشعة المرئية ويتراوح طولها منيا من البوينت سبعة الواحد بوينت واحد مايكرو متر النطاق الثاني الفرعي هو نطاق الأشعة تحت الحمراء المتوسطة يعني متوسطا مدل يعني الام اي ار ويتراوح طولها منيا من واحد بوينت واحد إلى واحد بوينت ثمانية والنطاق الثالث وهو نطاق الأشعة تحت الحمراء نطاق الأشعة تحت الحمراء اللي هو القصيرة S-W-I-R ويتراوح طولها الموجي من واحد بوينت ثمانية إلى اثنين ونطاق أما المنطقة الرابعة وهي الأشعة تحت الحمراء الحرارية وتتراوح بثلاثة مية مايكرو متر وهي أشعاعات منبعة ثمنيا من الأجسام الموجودة على سطح الأرض طبعا هذي فقط من واللي هي الحرارية دائما تستخدم الأشعة تحت الحمراء الحرارية برصد أي جسم حراري على سطح الأرض مثل يش مثلا رادار عسكري رجل تقصصورة مثلا نظام معادي أو تكرع عسكريا دولة معادية فالتصوير يستخدم بالتصوير للطاقة الأشعة تحت الحمراء الحرارية بالأخص بالليل فهم شون يصورون مثلا يشوفون كم شخص داخل هذه السكنة خلف الأبنية رصدون النشاط الحراري داخل هذه الأبنية يحسبون كل نشاط حراري متحرك معناها جن وهم يحسبون جد الأشطة مثلا يعرفون عشر أفراد مع عشر نفر موجودين وين داخل هذه السكنة العسكرية حتى سرعتهم معلومات كافية حول العدو فهذي يستخدمون من لطاق الأشعة تحت الحمراء الحرارية اللي هي شقيس انبعاثات الأشعاع الموجودة للأجسام الموجودة على سطح الأرض يعني أنا ما أرسل الأشعاع وأنه جسمي حرارة فهو يلتقطها هذا المجلس بعد ما خلصنا نقاط نطاق العفو منطقة الحمراء رح ننتقل إلما إلى نطاق الطيف المرئي اللي هو فيزبول باند تتراوح أطواله بدءا من الضوء الأزرق عند طول الموج بوينت أربعة مايكرو متر وحتى البوينت سبعة اللي هو الضوء الأحمر نعرف إحنا هذا الطيف المرئي محسور من الأزرق الأحمر ألوان الأساسية عندنا ثلاث ألوان الأساسية بالطيف المرئي اللي هي الأزرق والأخضر والأحمر ضوء الشمس يتكون من مختلف من الأطوال الموجية بدءا من الأشعع الفوق المنفسجية ثم الأشعع المرئية والأشعع تحت الحمراء من الطيف الكهراء إذن ضوء الشمس بس ظن الثلاث مناطق خمنيا من الأشعاع الكهراء مغناطسية يعني مزل مرئية وحمراء وفوق المنفسجية نجي هنا نطاق الألوان الرئيسية الاحمر منية تدرجاته يبدو من بويت 780 الى بويت 622 من برتقالي 622 الى بويت 597 هذا من كله من هاي الفترة يعتبر برتقالي ضمن هاي الفترة يعتبر احمر بس اكو احمر داكن احمر رفاتح اكو احمر على لون برتقالي اللي هو بويت 622 يكون نطاق الموجه يعني طول الموجه اليه الاصفر من بويت 597 يكون درجته كأنما البرتقالي الى بويت 577 اللي هو على خضار اما بويت 588 الى بويت 492 هو الاخضر اما الازرق فهو من بويت 492 الى بويت 455 اللي هو الازرق اما البنى السجي اللي هو من بويت 455 الى بويت 3690 هذا البنى السجي اكو سؤال عليه هاي احد مفاهم الالوان هذا طبعا تداخل للالوان الرئيسية حتى يكون لنا الالوان المضافة اما هنا نطرح الالوان يعني اسوي اتحاد الى الالوان الثانوية حتى حصل عليها على الالوان الاساسية اللي اخضر الاحمر الازرق والنص الاسود اللي يسمونها الالوان المطروحة هذه المطروحة وهذه الالوان المضافة هنا عندنا اذا تشوفون مرئية فضائية للقمر ايكو ناس تضم اربع قنوات يعني شل تضم اربع قنوات هي يعني الجهاز اللي فوق احنا مو نسميه مجلس متعدد الاطياف يعني متعدد الاطياف يعني بقنوات متعددة كل قنوات تاخد الالوان تمام هذا الايكو ناس مصنوع من نشقين من اربع قنوات هذا نوعه اربع قنوات يحتوي على اطياف الضوء المرئي والاشعة تحت الحمراء تلاحظون الصورة الاولى مكتوب عليها بي معناها بلو ازرق يعني هالصورة بيالون لون الازرق وهذه جريد وهذه الريد طبعا ذنني كل اللي تنلاحل هذا المجلس والآي آر الحمراء ذنني من ادميشنسوه تطلع الصورة ملونة بكل الالوان تمام فهذه من كل قنات تاخذ للصورة بلون هذا على طول الموجه الازرق وهذا على تدرجات الاخضر والاحمر وهذا الحمراء تأشعر تحت الحمراء نجي لفسر هذي المرئية اش بيه؟ يظهر في المرئية الفضائية للقمر الصناعي ايكوناتس لمبنى في مدينة كوالا لامبورد ماليزيا تتكون المرئية من اربع قنوات تمثل تدرجات يالون لون رمادي حيث يتمثل الطيف المرئي الازرق والاخضر والاحمر بثلاث قنوات الاولى اللي شفناهن اما الاشعة تحت الحمراء بالقناة الرابعة تظهر المرئية الامكانات التي يقدمها علم الاستشعار عن بعد من خلال اختلاف شوف الاطياف تختلف التي تظهر معالم مختلفة من السطح الان يعني كلهن نفس المكان لكن هذي مثلا اللون الازرق بينت لمقدار الغطاء المائي هذي الغطاء الاخضر الريد هنا هنا الابنية تركزلي على الابنية الاحمر اما الار تبين لي مقدار الاشعاع ومقدار ايضا الغطاء النباتي فهناهن التفسير معاليتهن هو تظهر المرئية الاسعاعات التي تقدمها علم الاستشعار من اختلاف الاطياف للانوال التي تظهر معالم مختلفة من السطح الار نجي وارا للطيف المرئي شعدنا نطاق الاشعة الفوق البنفسجية والاشعة السيني يغطي نطاق الاشعة الفوق البنفسجية اللي هو اليترا فيولت والنطاق الطيفي منيا من بويت اربعة اللي هو الازرق مايكرو متر الى بويت ثلاثة بالمية مايكرو متر تلعب مستويات يا مستويات هناك دوران جزئي هنا مستويات الطاقة الالكترونية الدور الرئيسي في تفاعل حالة الموجه حيث تستعمل المجسات الفوق البنفسجية بشكل رئيسي المن لدراسة الاجواء الكويكبية او لدراسة السطوح التي يرعد فيها الغلاف الجود اذا هذه مناطق دراسة الاشعة الفوق البنفسجية بسبب عدم شفافية الغازات في هذه الاطوال قصيرة يعني يكون النظام شبيه يكون النظام يكون النظام شبيه يكون النظام هنا غير صحه مليء بالغيوم والغازات فما استفاد من استخدام الاطياف المرئية وانما استفاد من نطاقات الاشعة الفوق البنفسجية اما الاشعة السينية فان النطاق الطيفي للاشعة السينية اللي هو الايكس راي يتراوح مليا من بويت 3 بالمئة مايكرو متر الى بويت 3 مايكرو متر واشعة داما وطولها الموجه اقل من بويت 3 مايكرو ثلاثة بالمئة مايكرو متر تستخدمان على اقل مستوى يعني ما نستفاد منها هواي بالاقمار الصناعية بسبب عدم شفافية في الغلاف الجوي يعني ما استفاد منها لانما راح احصل صورة واضحة واستخدامها محدد بمن؟ بالمركبات الفضائية يعني بالجو بالغلاف بالكون براه يعني مو بالغلاف الجوي او الطيران المنخفض حتى ما حاول قدر الامكان احصل على اكثر وضوح للرأيه هنا صورة رقم سبعة هي مرئية فضائية تم تصويرها بباسطة اشعة قاما لحوض رسوبي قديم باستراليا هاي هنا هنا حوض رسوبي هذا الحوض يعني المعالم اللي تاخذها هنا طبعا هنا الصورة ملتقطة بمسافة جديد 10 كيلو متر الى المستخدام وواصلة التصوير المنخفض نجيل من النطاقات ونوعية التفاعل مع من؟ ملخص مع الغلاف الجوي نطاق طول الموجة ونوعية التفاعل شعة قاما طول الموجة اصغر مجرد من بويت 3 نانو متر من 100 نانو متر وعندنا هنا نوعية التفاعل اشعة مرسلة من الشمس وتمتص بالشكل الكامل في مناطق الغلاف الجوي العليا لان احنا دينا ما رح نستفاد منها ولا يتم استخدامها في الاستشعار عن بعد الا بواسطة منه طائرات التصوير اللي هي لدرون تمام؟ اما اشعة الاكس اللي هي سينية فهي تكون من بويت 3 بالمية الى 30 نانو متر نوعية التفاعل معلتها تمتص بالشكل كامل في الغلاف الجوي ايضا ما استفاد منها ولا يتم استخدامها في الاستشعار عن بعد ما استفاد منها في مجالنا حاليا زين اما الاشعة الفوق المنفسجية من بويت 3 بالمية الى بويت 4 مايكرو متر الطول الموجي الاقل من بويت 3 مايكرو متر يمتص بالشكل كامل بواسطة الاوزون اما الاشعة الفوق المنفسجية الفوتوغرافية تنفذ من خلال الغلاف الجوي ويمكن تسجيلها بواسطة من؟ بواسطة الافلام الاشعة المرئية من بويت 4 بالبويت 7 مايكرو متر يمكن تسجيلها بواسطة الافلام والصور الفوتوغرافية اما الاشعة تحت الحمراء اللي هي من بويت 7 المية مايكرو متر تتفاعل مع المواد على سطح الارض باطوال موجية مختلفة وشنو؟ ومتعددة اذا هنا تفيدنا طبعا ذن المناطق يفيدنا الاشعة تحت الحمراء الحرارية من 3 الى 5 مايكرو متر ومن 8 الى 14 اللي هي الحرارية مايكرو متر المرئيات الفضائية التي تأخذ في هذه الاطوال الموجية تتم بواسطة من؟ ماسحات بصرية وليست بواسطة الافلام هلانا نستخدم افلام؟ هلانا لا نستخدم ماسح بصري اقمار صناعية الاشعة المايكرو ويف اللي هي من بويت 1 الى 100 سنتيمتر اشعة ذات اطوال موجية طويلة تستطيع اختراق السحب ومنه والضباب تمام؟ زيان اما الرادار اخر شي الراديوي من بويت 1 الى 100 سنتيمتر شبهها هاي؟ هي تمثل الشكل النشط من اشعة المايكرو ويف المستخدمة في الاستشعار عن بعد وباطوال موجية مختلفة هادي هنانا راح يكون طبيعة الاشعة الكهرى مغناطيسية نجي لمصطلحات الاشعاع شين المصطلح لنسميه؟ يستخدم يهتم ومستخدمه علم الاشعار عن بعد بالقياسات الكمية لخصاصة الاشعاع الكهرى مغناطيسية لان اذا ما فهمت اشعاع الكهرى مغناطيسية وخصاصة ما ممكن من خلاله افسر اي مرئية يعني صورة ملتقطة للأقمار الصناعية ممكن احللها واحلل من خلالها السطح مثلا اقول راح يصير رشار مركاني بهذه المنطقة او راح يصير مثلا زلزال او راح يصير او مثلا اكون تلوث بسبب ناقلة نفط على سطح البحر اريد احسب مقدار التلوث انا اذا ما فهمت الاشعاع الكهرى مغناطيسي جاي يلتقط به المجس الموجود بالاقمار الصناعي لها منطقة الدراس انا ما راح استفاد لذلك فيكون هنا استشعار بالبعد يهتمي من القياسات الكمية بالضبط يعني مو دقيقه اكثر دقة حتى الحصل على بيانات ممكن اعتمادها من قبل الباحثين حتى يحللون الظاهرة بدون ما يزورون الموقع نسحل هذه المصطلحات قراءة ومعالجة وتحليل المرئيات الفضائية لمختلف مجسات الاقمار الصناعية عندنا نوع من القياسات اللي استخدمونها اللي هي الكمية اللي هي نوع قياسات النصف كروية وقياسات الاتجاه قياسات النصف كروية شنو هي وهي قياسات اجمال الطاقة المحتوى داخل نصف كرة يعني اخذ نصف كرة حسبونها على نصف كرة اجمال الطاقة المحتوى والتي تسقط على الجسم او السطح المراد قياسه اما القياسات الاتجاه هو الاشعاع المقاس في اتجاه معين يعني قيس بس الاتجاه على شكل معين ودرسه وتتأثى قياسات اتجاه الاشعاع بتأثير جيب الزاوية تمام الزاوية واحنا نعرف راح يتسير على شكل مع زاوية السقوط على السطح راح يصير على شكل مثلث زاوية اهنا راح تكونون وهنا نصف وهنا شبث اللي الاشعاع النصف كراوي وهنا اتجاه الاشعاع هذا اتجاه الاشعاع اقيس ورح يصير على زاوية والجيب اما النصف كراوي هو اجمع الاشعاع على نصف كرة سقط على منطقة الدراسة هذا من اريد احل منه من اريد احل الاشعاعات اللي ناتجة لمنطقة الدراسة معينة تمام نجي بعد مصطلحات لازم نعرفها بالاشعاع الكهرومغناطيسي هي اولا طاقة الاشعاع اشتعرف وهي كمية الطاقة التي تحملها الموجة الكهرومغناطيسية وتعتبر مقياسا لقدرة الموجة عند التفاعل مع السطوح ووحدة قياسة بيمن بتجول اما طاقة الاشعاع الطيفي التي تشير الى قياس كمية الطاقة لطول موجي محدد قيس كمية الطاقة بس من اسمه طيفي يعني لطول موجي محدد فرق عن الاولى بالاطوال الموجية الدفق الاشعاعي هو معدل تدفق الطاقة المشعة تمام المنبعثة او المنقولة او المستقبلة محن عندنا اكون جسم يبعث واكو جسم يستقبل واكو جسم وسط ينقل فهو كلهن ذنى نفس الشي معدلهن كلهن على هيئة اشعاع كهرومغناطيسي من نقطة معينة او سطح معين الى سطح اخر خلال زمن محدد وحتى بيمن الدفق الاشعاعي بالواط ذنى ويرش بدجوا له هاي بالواط نجي ورا الدفق الاشعاعي وعدنا مصطلح اخر يسمونه كثافة دفق الاشعاعي بالاسبه كثافة اكون حجم بها فبنقوله كثافة الدفق الاشعاعي هو عبارة عن حجم الدفق الاشعاع الساقط على السطح والمنبعث مقسم عليه من على مساحة اذا هو حجم الدفق الاشعاعي مقسم على مساحة السطح وحتى بيمن ايضا بالوار مصطلح اخر راح يمر علينا بالاشعاع بالاشعاع هنا بالتحسس هو شدة الاشعاع شنو هو شدة الاشعاع وهو عبارة عن الدفق الاشعاعي المنبعث من نقطة المصدر والمار بزاوية المجسم المخروض الصليف في الاتجاه المقاس يعني بالنسبة لزاوية الصليف يسمونها مقدار الدفق الاشعاعي اما الاشعاع شنو هو الاشعاع وهو عبارة عن الدفق الاشعاعي المشع من وحدة مساحية من ضرورة بالمساحة وحدة مساحية على السطح والتي ينظر اليها من خلال زاوية المجسم المخروطي وصمم ثلاث الابعاد في الاتجاه المقاسي يعني هذه الاشعاع هو عبارة عن حاصل ضرب شدة الاشعاع ويمن معامل مع كثافة من؟ مع كثافة الدفق الاشعاعي اما الاشعاع الطيفي بالنسبة طيفي وهو عبارة عن الاشعاع المن لكل وحدة طول يعني اخذ الاشعاع وقسم عليه من على طول الموجي راح يصير واحد توقات لكل متر هنا هنا الرموز والمصطلحات راح تشوفونه هنا قواعته الصغة الرياضية مالتين طاقة كيو مثل ما عرفناها بالجون اللي هي كيو شي ساوينا الطاقة ايج في بيمن في الاف تمام؟ اللي هو مقدار من يعني الطاقة ثابت بلاد في الترد ازيل الدفق الاشعاعي راح نسميه في وحتى قلنا في من بالواط واللي هو دي كيو مشتقة الطاقة المشعائل من للزمن زي هذا الرادية تفلقس الرادية الاشعاع اللي هو ال اي دي في على دي اي بالنسبة للمساحة يعني مشتقت من مشتقت الدفق الاشعاعي بالنسبة للمساحة وحتى واط لكل متر مربع اكستنس اللي هو الفيض الام اللي هو الدفق الاشعاعي المن للمساحة الخارجة اما عدنا الاسبكترال فلوكس اللي هو ال اي لمنا او دانستي يعني كثافة الدفق الاشعاعي الطيفي اللي هو ال دي اي على دي لمنا لانه قدنا القسمة بالنسبة للمن لكل طول موجي اللي هو واط على المتر التربيع نفس هذا لكن المن لكل طول موجي يعني مايكرومتر نسبة كترة الفلوكس وهو الطيفي الاشعاعي دانستي كثافة الطيفي الاشعاعي او الدفق الاشعاعي اكستنس يعني شنو الدفق دي ام المن للطول الموجي يعني واط لكل متر وحتى ايضا نفس الشي اما الراديانت الدانستي وهي شدة الاشعاع دي فاي ليشتق الفاي لدفق الاشعاعي بنسبة المن دي دابليو للتردد الزاوية الصلدة الزاوية المخروطية واط المن سيتر ديان اللي هو وحدة الزاوية المخروطية تير ديان زيان راديانس اللي هي سميه ايضا الدفق الاشعاعي دي فاي تربيع على الزاوية الصالدة دي و دي و دي اي المن لكل وحدة بساحة اللي هو الأوت أما سبكترا الراديانس واللي هو الاشعاع الطيفي اللامدة هو الراديانس الاشعاع القسم المن لكل طول موجي حسب التعارف ذات الشباب الفلوكس دفق راديانس دفق الاشعاعي ي том layout معناها شبثنا طاقة الاشعاع الطيفي طاقة الاشعاع الطيفي extensive معناها هذا العفو extends اللي هو مثلا الدفق الاشعاعي أو طاقة مشعة وعدنا هنانا سبكترا فلوكس دانسيتي كثافة الدفق الاشعاعي و سبكترا فلوكس دانسيتي من اقول يعني معناها لطول الموجي بدأقول راحش اقول عنها اللي هي الاند الاشعاع الداخل اما منبعث المشع والمنبعث يعني الاضداخ خارج زيان شدة الاشعاع والرادينز والرادينز الاشعاع والاشعاع الطيفي اللي هو اسمها كترال رادياس تكتبوك الوحدة مقابيلها اسمها وذني معناهم قوانيه يعني اذا مثلا نطلع على الدفق الاشعاعي ممكن من خلاله نحسب الرادياس انتنسيتي القسم عليما على الزاوية الصلدة المخروطية واني انطيها لازم مثلا وحدتها دميليو على ستر ديان زيان لهلا لا تنتهموا حاضرتنا بس تعرفنا على مصطلاحات الاشعاع بالجزء القادم انشاء الله راح نتوسع بالاشعاع ونتعرف على شين التفاعلة تصير بالغلاف الجو والاشعاع الكرمولانس اللي احنا مثلا نمارن عليها اللي هي الامتصاص التشتت الاستطارة انواع الاستطارة الغلاف الجو لازم ادرس الغلاف الجوي عرفت خصاص الاشعاع ادرس الغلاف الجوي حتى من تمر الصورة انا راح اعرف العوامل اللي تمر بيها بالغلاف الجو قبل لا يلتقطها منه مجلس الاقبار الصناعية ترجمة نانسي قنقر